النهاردة أنا وفريق الأعداد لجنة حلو قفاشنا لجنة دي اللجنة هي اللي بتقفش احنا اللي قفاشنا لجنة النهاردة هتقولي يا جماعة السوق اللي كنا عرضينا بتاعت البوست بتاعة إمام عشور ده يا أخي كل الناس اللجنة لجنة سازجة أوش اللي هو نفس الصيغة بتاعت الكلام تبغير طيب ونفس الصورة تم تكتهد شوية أدام فيه فلوس بتتدفع كمان يعني طبعا إحنا فاهمين إنه الحاجات دي بتبقى ممولة يعني البجات دي بتاخد فلوس عشان تنزل البوست يعني كل اللي باتش تاخد البوست ده تتعدل فيه شوية لكن كوبيباست بص المنظر نفس الصورة نفس صيرة الكلام تبغير الصورة هات صورة اللي مام عشور مثلا هو بيزع زعلان وقع على الأرض الحكاية دي بقت موزاعة هو محمود لا الحكاية دي فيها أزا ملاش علاقة بكسة اللي مام عشور تحديدة انا بس اشنا تكلم على كل البوستات اللي بتبشرها بعض دي ده أزا 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 كبير جدا يا كريم انت بتحاول توجه الرأي العام إن على مشكلة معانا هي ممكن ما تكونش المشكلة دي موجودة لمجرد انت تعمل بلبلة في نادي معين أو تعمل بلبلة لشخص معين لأن انت أنا بقى سمع كام ده من وإحنا صغيرين يقول لك ده كان فيه ناس بتروح بقى اللي جام ما كتشعل نت كتعافل لستاد يقول لك خمسمائة ستمائة واحد كده ما تفعلهم فلوس يطلع يقول الهتاف معين فالعشر تلاف والخمسار ألف الموجودين يهتفوا معاك بس اللي بيحصل ده عيب وبعدين اللي يغيزك أكتر يا جماعة الموضوع بقى مقفوش قوي يعني حتى كمان ما بقاش وبعدين بقى ايه حتى كمان تلاقي الأسامي بتاعت البروفايلات دي أسامي مش موجودة في الوجود يعني وضح قوي وصورة فيك أو صورة كارتون أو صورة مفيش صورة فالموضوع بقدمه تقيل قوي وبقى مقفوش قوي وبقى متشاف قوي صح المشكلة يا جيمي كمان إنه للأسف يعني كثير من أو بعض أو كله من إدارات الأندية بتشارك في ده شكرك فضل الأندية الكبيرة جمهورية تظن إن هي بتحمي مجالس إدارتها بتحمي مجالس إدارتها بالشكل ده اللي جان الصفحات الاتفاق مع الصفحات مش عايزة أروح الأندية بعينها لكن هناك العديد والعديد من الوقائع لايبش المرة الأولى اللي يحصل كده ولا هتبقى المرة الأخيرة إلى أن يغير مسؤول الأندية قناعتهم بالطريقة دي للمسؤولين عن المراكز الإعلامية في الأندية الكبيرة لأنهم من يحركوا هذه اللي جان بالطريقة دي مرة ضد العيب في الزمالك ومرة ضد العيب في الأهلي خليني أقولك إنه في أحد الأندية أعضاء مجلس إدار أعضاء مجلس إدار كانوا كانوا بيعقدوا اجتماعات مع بعض الصفحات الكبيرة علشان مش علشان يقولولهم يدعموا الفرقة ولا علشان يقولولهم عايزين كنت تدعمونا أحنا كمان خلال صحر لا إحنا عايزين نشغل الرأي العام بترند يطلع على العيب فلاني حتى لو كذبا مش بس كده ده بيقولوا إحنا عايزين نماشي المدرب بتاعنا مليون في الماء فاشتغل بقى قصة مليون في الماء تريد بلالين يا كريم برضو بلالين دي قصة تانية برضو أنت بتيجي بترمي بلونة كده بتخلي برضو الليجان دي تروح ترمي الخبر يا جيمي في كذا حتى وتشوف بقى الناس هتقول إيه فأنت بتتكلم على أنه القصة لما تكون جاية من رأس الهرم اللي هي مجالس الإدارات مرورا بالمراكز الإعلامية للأنديا مرورا ببعض الناس اللي مستفيدين من الأمر الأمر بقى بشع إحنا بنتكلم على مشاكل وأزمات وضرب تحت الحزام من الوكلاء فدخلنا في السوشيال ميديا دخلنا في المراكز الإعلامية كل ده جاي منين لو هو من الجمهور وأمر غير منظم أنا ما عنديش أزمة مش هابتك ده أصلا ما عنديش أزمة طول ما هو جاي مرتب بهذا شكل وتاني ده مش في نادي واحد ده في معظم الأندي حال